بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات الثانوية العامة أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية بعنوان الاسم المنقوس الاسم المنقوس أبنائي وبناتي هو اسم معرب آخره ياء اللازمة مكسور ما قبلها غير مشددة ويعراب هذا الاسم يرفع ويجرب الحركات المقدرة أي يرفع بالضمة ويجرب الكسرة المقدرة وينصف بالحركة الظاهرة ومثال ذلك وصل القادي كلمة القادي تعرف فاء المرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وقفت أمام القادي كلمة القادي في هذا المثال وقعت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة صافحت القادي لاحظ كلمة القادي فتحنا الياء فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تعالوا سويا نتعلم كيفية تسنية وجمع الاسم المنقوس جمع مؤنس سالما بداية لابد أن نلاحظ أن الاسم المنقوس لا يتغير عند تصنيته أو جمعه جمع مؤنس سالما بل عليك فقط إضافة علامة التصنية أو علامة الجمع مثل الساعي مسناها الساعيان أو الساعيين لاحظ أننا حافظنا على بنية الكلمة وأضفنا ألف ونون في حالة الرافع وهي علامة التصنية أو ياء ونون في حالتي النصب والجر وعند جمعه للمؤنس السالم نقول الساعيات أضفنا علامة الجمع المؤنس وهي الألف والت الرامي مسناها الراميان أو الراميين وجمعها للمؤنس السالم الراميات أما عند جمعي الاسم المنقوس جمع مذكر سالما تحذف ياءه فنقول الداعي جمعها للمذكر السالم الداعون المعتدي جمعها للمذكر السالم المعتدون لاحظ أننا حذفنا الياء وأضفنا علامة الجمع وهي الويونون لجمع المذكر السالم لاحظوا معي أن الاسم المنقوس إن لم يكن معرفا بأل او غير مضاف تحذف ياءه ومثال ذلك كلمة الداعي تكتب داع عندما تحذف منها ال او عندما لا تكون مضاف وكذلك كلمة المحام تكتب محام خلاصة درس اليوم ابناء وبنات تعرفنا من خلاله على الاسم المنقوس وهو اسم معرب اخره ياء اللازمة مقصور ما قبلها غير مشددة واعراب الاسم المنقوس يرفع ويجرب الحركات المقدرة وينصب الحركة الظاهرة وعند تصنيته او جمعه جمع مؤنس سالما لا يتغير الاسم بل عليك فقط اضافة علامة التصنيه او علامة الجمع اما عند جمعه جمع مذكر سالما تحذف ياءه كما تعلمنا ان الاسم المنقوس ان لم يكن معرفا بها او غير مضاف تحذف ياءه والان اترك لكم اعزائي طلبة الطالبات الاستنوية العامة لاجابة على سؤال التدريب اسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة والسؤال هو انت الداعي الى الخير اجعل الضمير للمفردة المؤنثة وجمع المؤنس وجمع المذكر الى هنا اعزائي طلبة طالبات السنوية العامة نقول قد وصلنا لنهاية درس اليوم شكرا لكم وعلى امل اللقاء في موعد قريب ان شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته